انت ملكي انا انا الوحدي انت مش متخيل انا ممكن اعمل فيك ايه ولا تطلع لسانك وقول انا مش طويل وهبه لانا قصير ازعى يلا يلا انت مش عايزك تخاف يا ابراهيم ما تخافش بص يا جماعة دي سلسلة جديدة بنبدأها عن افلام الرعب واللي كان شافل للصورز بتاعتي على تيك توك وعلى ان استجرام كان هيعرف ان انا خلاص هبدأ سلسلة من افلام الرعب خاصة في الشهرين دول تسعة وعشرة وانا اخترت يكون اول فيلم هتكلم عنه هو جيت اوت فيلم جيت اوت فيلم يصنف ان هو رعب فيه كاتجوري افلام الرعب النفسي والنوع ده من الافلام بيكون مثير جدا لانه اولا بيدحلبك واحدة واحدة لحد ما يدخلك في المود وفجأة بيقفل عليك وبيشوف بقى انت هتتصرف ازاي فانا ممكن ادخل عليك كده داخله اعايشك في مود وعايشك في احداث وتفاصيل واضغط عليك نفسيا لحد ما تنفجر طيب تعالوا كده نقسم فيلم جيت اوت 3 اجزاء ونشوف هل فعلا نجح انه يدخلني في هذا الضغط النفسي ولا لا بندخل في حوالي نص ساعة من التمهيد ليه اللي هيلاقيه او هيقابله البطل بتاعنا وبنشوف علاقة حب جميل ازريفة ما بين شاب اصمران اللون بعيون سود وبنت جميلة بيضة حلوة بعيون خضر علاقة عادية لكن الغريب ان بطلنا بيحس ان في حاجة غريبة خاصة لما بيلاقي الاتنين الخدم الموجودين سود ايه جماعة احنا رجعنا العصر العبودية تاني ولا ايه الشاب بتاعنا بيدخل في حالة من التنويم المغناطيسي وهنا كل حاجة بتتقلب المهم هذا صراع النفسي بياخد البطل بتاعنا للعديد من التساؤلات هو ايه البيت دا؟ هي ايه العيلة دي؟ هما ايه اللي اتنين لسود دول؟ هما مين الناس اللي جوم دول؟ وهنا نيجي للنهاية العجيبة الغريبة اللي بتنتهي نهاية غير منطقية بالمرة الولد دا بيكتشف اللعبة اللي بتتلاعب عليه وبيسد ودانه بحتيتين قطنة كده لقاهم في الكرسي في الاخر صاحبه بيجيله ويقولوا انت ازاي عرفتين ان انا هنا؟ قالوا ان انت متعرفش ان انا من الايه بي سي بي سي سي دا ولا ايه؟ وبعدين الولد ماشي تب الناس هتتساب كده؟ تب الناس التانية هتتساب كده؟ هل هيعملوا جوزي تاني؟ الفيلم دا كبير وعندي 6-18 انتو بقى تقويمكم ايه؟ ويريد اشوف رأيكم في التعليقات والاهم من دا كله بقى انا عايز ترشيحات لأفلام رعب وبس كده يا جماعة اشوفكم على خير اه صحيح نسيت اقول لكم على حاجة كل واحد يكال بانه لنفسيته تبسية اليومين دول مش متزبطة يطلع لك واحد دينامك تانوما ماجنطيسي ويدحك عليك ويقول لك طلع لسانك ويقول انا اطول واهبل مش وصار اوزعة انت حر راحتك خلص